دلوقتي هنسافر مع حضراتكم إلى محافظة البحيرة وتحديداً في الحدود الفاصلة ما بين محافظة البحيرة وقفر الشيخ ثلاث ساعات كاملين عشان نوصل لعم رمضان ندا اللي بيزرع اتنين فدان بالفاصولية الحيوية ولكن هو يستحق هذه الزيارة كمان هنقابل الدكتور محمد فتحي سالم أستاذ الزراعة الحيوية ووزير زراعة الغلابة الراجل لو قابل مزارع عنده فدان في آخر الدنيا بيرح له خليكم معنا زي ما حضراتكم عارفين لو مزارع أرضه في آخر مصر وبيزرع بمراكبات حيوية هنزوره حتى ولو بيمتلك فدان واحد درسالة برنامج الجدعان الزراعة الحيوية أمل حقيقي وما حصلها عليها طلب كبير في السوق المحلي والعالمي حضراتكم دلوقتي في مركز الرحمنية في محافظة البحيرة وتحديداً على الحدود ما بين البحيرة وكفر الشيخ هنقابل عم رمضان ندا هو مزارع بسيط جداً ومتدين وبقاله سنتين بيزرع أرضه اللي هي يدوبك فدانين تقريباً بالمركبات الحيوية النوفا بلس للتسميد والنوفا كي لمكافحة الآفات الحيوية والمركبات دي زي ما حضراتكم عارفين ابتكرها فريق علمي برئاسة الدكتور محمد فتح سالم رائد الزراعة الحيوية وأستاذ أمراض النبات والزراعة الحيوية بمعهد الهندسة الوراثية بكلية الزراعة جمعت السادات وأثبت أنها من أفضل المركبات الحيوية في مصر عم رمضان ندا زارع أرضه بالفاصولية الخضرة وعدد الأبراج في كل نبات الله أكبر شكلها يفرح بجد ومؤشرات الإنتاج بطول أنه فعلاً موسم الخير للجدع الطيب ده تعالوا نقبله أنت راجل من أهم الناس اللي بتزرع الفاصولية في مصر وبتزرعها حيوي وتنتج إنتاجها حلوة قبل الحيو كنت بتزرعها إزاي والله أنا كنت بزرع بالكيماوي اللي هو النطرات واليوريا لما جربت واستعملت النوفا بلاس السماد الحيوي ادالي منتج ممتاز وادالي كفاءة أفضل من الكيماوي جارك عم رمضان زرع زيك فاصولية وفي نفس المعاد تحديداً نفس المعاد الزب نفس اليوم أنا لدينا زرعان في نفسه اللي زرعت هنا زرعت هناك هو زرع بالكيماوي يوريا والنطرات وانت زرعت بالحيوي اللي هو النوفا بلاس الرش لأن الدكتور محمد طلب منك ترش حرش لأنه وجل حتجيب نتيج كمان حتحول الحاجة دي الزهر الزرع بتاعك فارق عن جارك بكتير بكتير انت شغال في الكهربة عم رمضان صح؟ نصبوط انت بالكهرب الزرع بتاعك انت حصل إزاي؟ الفرق اللي بينك و بينه وانتو زرعين في نفس اليوم كهربت الزرع إزاي عم رمضان؟ طبعا المقودة عن تجربة سبجة النوبة بلاسة دي عن تجربة سبجة السنة اللي عام اللي فات فلما اشتغلت السنة دي فقلت له قلت له يا فلان اللي هو جار يعني رغم أنه راجل كوي يا جاريب يعني مفيش غريق فقلت له والله أنا بشتغل بكذا كذا جال لها ده أنا خليني بقى على النظام بتاعي الجديد انت حر بس النتيجة حتشوفها بعينك فهو النهاردة بيندق طيب أنا فرحان بالإنتاج عندك فعايز أقولك أن انت عامل حاجة حلوبة قوي والفاصولية بتاعتك دي نتمنى يجي اليوم أن الناس تقدرها وتعرف قيمتها لأن دي مزروعة حيوية لازم سعرها أفضل عشان أشجعك على التوسع في الزراعة دي كمان عايز أسألك سؤال معروف أن الفاصولية بتبقى بورجين تماما الثالث مبيطلعش كمان يعني انت الأخبار عندك إيه التسهير بيبقى بورجين عشان الناس تفهم الثالث مبيطلعش فعلا 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 هي نظام الفاصولية على النظام قبل كده الفاصولية كانت بتجيب أول برج اللي بتجيب الورون الأول وبعد كده بتجيب البرج الثاني بعد ثمان تيام لو جاب الثالث بيجعل الظهر بقى خلاص دلوقتي هنقابل المهندس تامر نويجي وهو مدير الدعم الفني بمنطقة البحيرة في شركة رويل جرين تكنولوجي المنتجة للمركبات الحيوية النوفا بلس والنوفا كيل أنا النهاردة واقف فاصولية أنا شايفها مبهرة بجده الورق حلو التزهير حلو عدد الأبراك حلو يعني وصلنا لده إزاي؟ ثانيا بنوصل إزاي بقى للناس كلها أنا عايز الناس كلها تشوف الكلام ده زي ما قلت لك يا أستاذ محمد المرة اللي فاتت أنا بعمل الأرض بتحتي مراية للفلاح يعني لو وعدنا الحلقة اللي فاتت بقولك أنا بعمل الأرض بتحتي مراية يعني ما بروحش أعرض على الإيه؟ على الفلاح مع ذلك هو الفاصولة اللي انت شايفها الجار هنا والجار هنا فرق السمن والأرض ده هو طبيعة الفاصولة السنادي للتغيرات المناخية إحنا الحمد لله وفضل الله رغم الظروف المناخية اللي إحنا بنمر بها السنة دي يعني ممكن يوم حر وأسبوع بعده برد ودرجة الحرارة بتنخفض بين اليوم والتاني بالستاشر درجة ده يعني بتعمل استرس للنبات بطريقة رهيبة فإحنا بنكون عاملين حسابنا لكنا بتابعين الأرصاد الجوية وبنشوف والدكتور محمد بيوجهنا دايما إن إحنا نرش النوفاكي إمتى لما يكون فيه زروف مناخية جاية بنرش استثنائي ده أول حاجة تاني حاجة النوفابلس اللي هو محتوط في التربة عندي فارق جدا مع الزرع عشان تقلبات المناخية ما تعملوش إجهاد فالحمد الله يعني إحنا بفضل الله زرعنا مميز لازم أن إحنا نكون مميزين على طول لأن إحنا بدأنا من حيث انتهى الآخرين يعني إحنا الناس على ما وقفت إحنا بدأنا بعدهم وبدأنا في التطوير والحمد الله يعني بفضل الله يعني الفاصولية ديت اللي كان يشوفها في الأول لأن كانت نسبة الإنبات بتاعدتها ضعيفة جدا لأن الجو ما كانش بساعدتها على الإيه على الإنبات تعالوا بأن قابل الدكتور محمد فتح سالم رائد الزراعة الحيوية في مصر واللي بيتابع كل فدان مزروح حيوي في كل أنحاء الجمهورية وبيقدم علمه لوجه الله لكل مزارع دكتور محمد فتح سالم أستاذ الزراعة الحيوية في جامعة السادات دكتور محمد حراك مكمل بالنوفا بلس زي ما قولنا كده هنكهرب الزرع عشان نطلع خير لمصر وإحنا معاك أنا مؤمن تماما أن نوفا بلس من أهم المركبات الحيوية اللي ظهرت في الأونة الأخيرة كفاية أنه مصر 100% كفاية أنه هو ابتكار لمجموعة من العلماء المصريين في جامعة السادات وقدرنا نطلعه للنور ما تحطش في الأدراج اللي أنا شافه النهاردة دكتور فلاح ممكن يحاق من الفدان من 40 إلى 50 ألف جنيه ده أقل حاجة يبقى غيرنا مصار حياته تماما صح ولا لأ؟ ده مرحاقه إزاي؟ والورق الكتير ده ده معناه أبراج ده معناه تمثيل ضوئي ده معناه تزهير فهمنا يا دكتور كم ده بيحصل إزاي؟ عشان الناس لازم تفهم، لازم تتعلم بشكرك جدا على الملاحظة الأولانية قد نكون احنا أول ناس بأساس غالم في مصر كلها في مجالة الزعارة الحيوية ضربتنا بين النشاط الأكاديمي والتطبيقي وقد نكون احنا أول ناس في مصر عندنا قدرة وملكية فكرية وأقول علماء تعبت جدا وتعلمت على مدى 30 سنة لما عمل ابتكار اسمه أسمه الحيوية اسمه نوفا بلاص ونوفا كي والمسيرة جاية الحمد لله إننا عندنا كونس بكونة الزعارة الحيوية إنا نسجل ده وقت منتجات الحيوية كان قبل كده لغاية 4 سنة عامش نسجل لدينا عندنا منظومة نقدم للوزارة ونقدم منتجات زي كده ونسجلها ومشيين في جراءات التسجيل ومشيين في جراءات التسجيل دلوقتي وبنغير المنظومة دي كل أولاد يعني أشوف انتجام حمود في الدولة يعني المزارع ده إن هو بيخوض التجربة دي وهو استجرانه وإعمامه وياد إعمامه وهم شارعين كيماوي هو شاف التغيير بعد شهر أما جوم يقولوله عاديين طابة دي قال لهم العلوة اللي جاية بس أنت حراق قلت حاجة عجبتني انت قلت هنقسم أرضهم اتنين اللي هما زارعين كيماوي وهنكمل معهم بالحيوي يبقى نص حيوي ونص كيماوي عشان يبقى أكبر برهان عايزة عمل كده نقسم أرضهم اللي هما في عمر ستين يوم النهاردة كيماوي هناخد نص حيوي لينا ونص كيماوي هو يكمل وهتكمل عالكيماوي وهتكمل عالكيماوي بس هنعمل جرعات مضاعفة شوية قوي بنعمل حاجة اسمها بايورميديشن وبايورترايزر يعني نقص المنوض دي سامة والتسبيت حيوي في وقت واحد هي سنة مجهود كبيرة قوي على المهندسين هنا في القطع ده إن التجربة دي مش تجربة تسبيت حيوي عادية بنقصر مركبات يوريا ونيتروز أمين في التربة بسرعة وقدوا إنهم كان يركونوا عشرين مبادات وعندنا مشكلة وفود إنهم أتكلموك عنها دي كافر الشيخ كافر الشيخ بنفضل لأساس غانم لغاية نص فبراير أول مارس مطر شديد جداً فبداية العلوة الصيفية عندهم هنا العلوة التفاصيلة دي بتتعرض لأسرار سلبية متغرات المناخية عالية جداً وبرغم ما كان عندنا نتيجة المبهرة دي التانية وده جزء مهم قوي اللي حراك بتتكلم عليه وده هاماً شرقوي التنموليش دي عند المجارعين في الكافر الشيخ وفي البحيرة إحنا بنسمع محاصيل الفاصيل دي ما نسمع محاصيل كاشكروب عائد سريع جداً للمجارع فليكت تخيلنا وأنا زرعت علوتين اتنين فاصولي العلوة الشتوي من نص تسعة لأول آخر اتناشر والعلوة دي من نص فبراير لغاية آخر مايو العلوتين دول لو جابوا لي 3 ونص لأربعة طن وانا بضرب الطن في رنج 5 ألف جنيه العلوتين فبعد 65 ألف جنيه فعندي مايكرم من 6 ألف جنيه في 6 شهور كان عائد عندي شارية 10 ألف جنيه عنا براينا دائماً على المجارعين على هذا الغانم اللي هو موظف فمتعلم كويس قوي وعنده حجم المعلومات اللي هو شافه قديم قبل كده بس عنده جوه جوه روح كده تحدي يطور عايشوف منظومة دي تاني سنة الرمضان 24 شهر اسمتها حيوية فالأرض أيما توصل محات الاستدامة يعني إيه الاستدامة عندنا مجارعين اللي بعده 4 سنين نقول له خلاص ما تضيفش أسمتها تاني يا سلام والله خلاص أرض توصل محات الاستدامة البكتيرية التي تشغل أوتوماتيك لوحديها والأعمل حتى جرعات بقشطية جرعات نشارتها 5 لتر فدان بقيتش 20 و40 و60 لتر خلاص كما حات الاستدامة أنا أعمل جرعات 5 لتر فدان في مية الراية لما 20 لتر دا أنت بتحرب مورسات خاطئة أي وقت نغير لأ وقد يكون المية عندي كمان خبرك أغلب كفر الشيخ والبحيرة هنا دي نهاية الطرع عندهم هنا منوبات المية مختلفة جودة المية مش قدي كده قد يكون في فلاح ممكن يروب مية معين مية رتواز يعني يعني متودة وعفن ودور وكل حاجة عندي مشكل كتير بنحاول نتغالب على دي أنا عندي حيال ما بيلا حدك كلمت عنه وده مهم مقاوش غانم ونفسي في مصر كده نفسي الطرح دا يتبنى رئيسيش شخصيا إحنا عندنا وزارة الصحة عملت حصر لأطفال المدارس لحوالي 64 مليون طفل نسبة 66% من الأطفال الدول عندهم أنيميا حده كورونيك أنيميا علاجها إنه ما نديش أدوية كما وخالص نعمل زي السورسين ما عملوا وزي تونس ما عملت وفي مبادرة من بيل جيتس بتاع الميكروشوفت عمل علاج الأنميا في أفراكيا كلها في إست أفريكا بالذات عاملين نوع معين من الفاصولية زي اللي بتاعنا دا في مادة سماية في الريتين المادة دي الطفل يأكل منها 60 جرام في اليوم بالمعلقة فاصولية مطبوخة كوك دي يعني وفيها سوب أحمر خفيف قوي زي الشربة كده الطفل يا جص يا كلها معيش توست واحد مع نص الغيف في عيش بلدي الاتنين دول قادم بفضلة لا بآيرن كونتين تعالية قال لي من 70 يوم الطفل بتعليك من الأنميا نهائي فمش حتاج ياخد جاء فإيه اللي أقصده هدفي من المبادرة دي إنه يبقى عندنا ما يكرب من 320 ألف الدن فاصولية حيوية حيوي دول فيهم مادة سماية في ريتين آيرن حديد غنية بالحديد لعلاج أطفال المدارس والتقنية موجودة ومش عادي نعمل سماد مخصص للقصة دي للجيش فور فري أقصم بلها المبادرة دي كلها عتبارها فور فري التوسع في الزراعة الحيوية مش مجرد أمل لحماية صحتنا دي كمان اقتصادية وبتحقق ربح كبير للمزارع لأن إنتاجيتها بتتفوق على الزراعات الكيموية وبصورة كبيرة جدا ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة